دع إعلان بريكس إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة ورفض الاعتذاء على المنظمات الدولية كما دع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاكاتها والتزام القرارات الأممية وأعرب الإعلان عن القلق البالغ بشأن التأثير السلبي للعقوبات غير القانونية على الاقتصاد العالمي كما رحب باستخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري وأكد الإعلان أهمية الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الشراكة الاقتصادية حتى عام 2025 في كل المجالات وكذلك دعا إلى زيارة أو زيادة مشاركة أقل البلدان نمواً لاسيماً الإفريقية في العملية الاقتصادية العالمية مؤكداً التزام دول التجمع بالتعددية والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة في النظام الدولي ترجمة نانسي قنقر